بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة اليوم نكمل معكم موضوع جديد من موضوع الرياضيات لهذا العام الموضوع الجديد هو موضوع Vectors الذي يعني المتجهات ماذا تعني المتجهات راح ناخذ طبعا هذا الموضوع Basic Concept of Vector المفاهيم الأساسية المنتجهات Cartesian component of Vector Scale product Vector line and planes أول شيء إذن كمقدمة باستخدام ماذا نفهم نحن أننا أي قيمة هندسية فطبعا هي القيمة هندسية فيزيائية فيزيائية اللي يسمونه شنو Physical Quantities كميات فيزيائية مثل من هاي الكاميات الفيزيائية مثل الفورس اللي هي شنو القوة Speed, السرعة, what time كلها هاي هاي مصطلحات فيزيائوية دائما نحن نتدول بيها ونسمعنا نسمعها بحياتنا اليومية مثل من مثلا نسمع دائما السرعة مع السيارة وكذلك القوة مع السبرينج المضغوط وطبعا هاي طبعا مفيدة بحياتنا اليومية فهذه القيمة القيمة تتجزع إلى قيمتين القيمة الأولى تسمى السكيلر والقيمة الثانية يسمونها المانيميتيود وكوشيني أكو ما يسمونها الديركشن فيقلك أكو كميات يعني نحددها بدون أنه نذكر أتجاهها مثلا نقول لدينا هذه القيمة الفيزيائية بمقدار هلغيت ما نقول أنه باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب أو الشمال أو الجنوب أو الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار أو الآخرين فإذا حددناها فقط كقيمة فقط شي سمونها هاي؟ يسمونها سكيلر يسمونها سكيلر يعني القيمة الفيزيائية التي تحدد بقيمة فقط فقط يعني بقيمة برقم يعنيها ضرورا طبعا أكيد بيوحدات مثلا نقول 9 كيلوغرام يعني مثلا فدوحدة معينة إلى آخره يعني فقط نحددها بقيمة شي سمونها سكيلر اللي بيها فقط شني اللي قلك فيها بيها فقط ماغنيتيوتر يعني بيها فقط مقدار زين أكو مرات قيمة فيزيائية تحدد بمقدار وديركشن يعني شني نقول مثلا أدنى 9 كيلوغرام باتجاه الشرق يعني شن صار بيها اتجاه فإذا صار بيها اتجاه أو مثلا مو شرطا للشرق نقول نحو اليمين ولا مثلا نقدر نقول نحو الشمال أو نقول نحو الأعلى فإذا صار بيها رقم اللي هو ماغنيتيوت وديركشن هو اتجاه شي سمونها سمونها بكتر إذن شن الفرق بين الفيكتر والسكيلر السكيلر هو قيمة فيزيائية تحدد في مقدار فقط فقط بماغنيتيوتر أما الفيكتر هو القيمة الفيزيائية التي تحدد بمقدار واتجاه بمقدار واتجاه فهس عرفنا شنو الفيكتر انه القيمة التي تحدد بمقدار واتجاه هس لو تلاحظون هس هنالش مطيني مطيني هذا جسم جسم هذا متعرض لها قوة اللي هي هاي مثلا هس هاي لو افترضناها F-Force وين اتجاه نحو اليمين أو نقول شنو نحو الشرق إذن هاي الفورس اشتعتبر تعتبر فيكتر كوانتيتي ليش؟ لأن حددنا مثلا قلنا هذه سلطنا على هذا الجسم اللي هو هذا قدامكم قوة مقدارها مثلا 50 كيلي نيوتن باتجاه الشرق أو نحو اليمين إذن شنو معناها هاي 50 كيلي نيوتن باتجاه الشرق اشتعتبر تعتبر فيكتر أو أنه هذا الشكل اللي قدامكم نقول مثلا سلط 190 كيلي نيوتن لن نحو الأعلى أو نحو الشمال صارت هاي صارت فيكتر لو قلنا بس 50 كيلي نيوتن وموسيكتني اشتعتبر هاي تعتبر سكيلر فهذا مفهوم الفكتر السبيت يعتبر شنو؟ يقلك السبيت نقدر نعتبره سكيلر إذا فقط يحدد بقيمة ليش؟ لأنه السبيت أكو عدنا سبيت وكو فيلوسيتي أكو عدنا سبيت وكو فيلوسيتي أثنينات هن يوحل السرعة يعني أنا من يقولك السبيت السبيت معنى سرعة جميلة والفلوسيتي أيضا معنى سرعة هلساء واحد يقول شنو فرق بيانات jaki هذا ما نفهل السبيت تعتبر قيمة شنو؟ سكيلر يعني مثلا شاكو الآن إليوم انطلقت الانطلاق يسمونها السبيت يسمونها انطلاق والفلوسيتي يسمونها سرعة يعني أنا اليوم انطلقت بسرعة يعني انطلقت بسرعة مقدارها مثلا تسعين كيلومتر بالساعة زين اما اذا اقول انطلقت بساعة مقدارة تسعين كيلومتر بالساعة شرقا اذا صارت هنا ما اقول سبيت اقول فيلوسيتي شوفوا يعني في اللغة الانجليزية هنا احنا سبب اللغة العربية امميزنا ببياناتهم الاسبيت سميناه انطلاق والفيلوسيتي سميناه سرعة فالانطلاق هو شنو هو يعتبر سكيلر بينما السرعة اشتعتبر تعتبر بكتور ليش لانه الفلوسيتي تحدد بمقدار واتجاه فما اقول اذا قلت اليوم انطلقت بفيلوسيتي مقدارها تسعين كيلومتر بالساعة واسكت لا ما يصير لازم احدد وياه اتجاه زين فاذا نسبيت هو اصلا يعتبر سكيلر والفيلوسيتي يعتبر شنو؟ فيكتور ما يصير انه الفلوسيتي اذكره بدون اتجاه لكن نسبيت لازم اذكره فقط بمقدار لانه يعتبر سكيلر اكو عندنا قيم فيزيائية هي بالحقيقة يعني مصممة انه تكون اما فيكتور او سكيلر مثلا عندنا الماس اللي هو الكتلة كتلة الجسم مثلا اقول انه هذا الجسم كتلته مثلا 100 كيلوغرام زين او 100 باوند حسب اختلاف الوحدات الماس يعتبر بحد ذاته يعتبر سكيلر ليش لانه ما يتأثر بالاتجاه بينما الوزن شوف اكو عندنا كتلة وكعد دي وزن الوزن لا هذا يعتبر شنو يعتبر فيكتور ليش لانه ب بمقدار وباتجاه يعني الوزن تعرفون انه الوزن انا ما يقاس بوحدات الكيلوغرام الوزن يقاس بوحدات النيوتن والنيوتن شنو هو قانون الوزن شي ساوي ليساوي الكتلة اللي هو الماس في التعجيل الارضي التعجيل الارضي وين اتجاهه عادة يكون نحو مركز الارض لذلك شنو معناها اكو قيمة متجهة بينما الماس يمثل كتلة الجسم بأي مكان كان سواء كان على الارض او بالفضاء فدائما هسه كتلة الادسام بالفضاء ما تقاس بالوزن تقاس بيمن بالكتلة ليش لانه ما تتأثر بجاذبية معايينة بينما الوزن يتأثر بالجاذبية فيكون وين مركز الجاذبية باتجاه الارض فلذلك الويت يعتبر فيكتر بينما الماس يعتبر يعتبر علي نقطة A إلى B بدستانس مقدارها مثلا خمسة متر. بينما اذا قلت لا انا حركت الجسم هذا من نقطة اي الى نقطة بيه بدستبليسمنت مقدارها خمسة متر باتجاه مثلا الشمال الشرقي. صار عدي صار دستبليسمنت يوحي المن يوحي الى انه بكتر لانه هو مرتجهة او العفو هي قيمة فيزيائية متجهة بينما دستانس ما يحتاج انه اقول عليه انه يعتبر قيمة متجهة ليش لانه ينذكر فقط وحدة الطول فقط وحدة الطول بينما دستبليسمنت يذكر وحدة الطول مع الاتجاه اذا ان دستانس يعتبر سكيلر و دستبليسمنت يعتبر بكتر وهكذا اذا حسا ميزنا بين القيم الفيزيائية في كون سكيلر او بكتر حسا هذا جدول تايبل وان هذا الشي يطيني يطيني القيم الفيزيائية وكل قيمة هل هي سكيلر او بكتر حسا الدستانس اش قلنا اش تعتبر سكيلر او بكتر الدستانس فقط هي سكيلر ما بها متجه وشنو وحداتها المتر ونرمز له بالأم الماس اللي هو الكتلة يعتبر سكيلر شنو وحداته كيلوغرام كيجي التمبرشر درجة الحرارة سكيلر يقاس بالكلفن او حتى بالدرجة الفهراناتية او الدرجة السليزية البرشار اللي هو الضغط يعتبر سكيلر يقاس بوحدات الباسكال اللي هو نيوتن على متر مربع الورك الشغل يعتبر سكيلر يقاس بوحدات الجول الانيرجي ايضا بالجول كلها سكيلر اما دستبليسمنت شوف السهاي لحد الانيرجي هيا كلها تعتبر شنو تعتبر كلها سكيلر لحده هنالي الورا هي يعتبر كلها بكتر ليش لين دستبليسمنت نحدده برقب يعني واحدة طول زائلا اتجاه يعني شنقون نقول ادي انا هذا الجسم حركته من اي قلابين بمسافة مقدارها دستبليسمنت نقول ما نقول دستانس دستبليسمنت خمسة ميتر فور ايست يعني بتجاه الشرق الفورس شنو فرق الفورس عن الماس قلنا الفورس هو شي ساوي نيسا من الماس في التعجيل الارضي اللي هو نفسه عبرنا عنه قبل شوية بالوزن اللي هو الويت فالفورس شنو وحداته وحداته نيوتن فيعتبر قوية متجهة لازم شنو لازم نذكر بيها متجه الفيلوستي شنو فرق الفيلوستي عن السبيت الاسبيت قلنا شنو هو الانطلاق يعني هو تعتبر قوة او وحدة فيزيائية تعتبر سكيلر بينها الفيلوستي يعتبر شنو شنو وحدات الفيلوستي متر بير ساكند او مثلا كيلو متر بير اوار الاخرية الاكزال الريشن اللي هو التعجيل التعجيل شنو وحداته وحداته متر على ثانية تربية ليش لانو احنا قلنا القوة شنو ساوي ان الكتلة اللي وحداتها كيلوغرام في التعجيل اللي هو متر على ثانية تربية فكيلوغرام في متر على ثانية تربية شنو يساوي حسب قانون نيوتن يساوي نيوتن ليش لانو شن تعريف قوة نيوتن نيوتن هي القوة المسلطة على جسم كتلته واحد كيلوغرام وتعمل ازاحه بمقدار تعجيل بمقدار تعجيل مقداره يساوي واحد متر على ثانية تربية الاخره اذا فرقني ما بين القوة الوحدات الفيزيائية اللي هي شنو اللي هي تعتبر سكيلر او فكتر هسنا انا همطيني هذا الاي والبي والسي والدي والاف والجي كلهاش تعتبر سكيلر زين الاي اللي هو الفوليوم والبي اللينغ واللينغت ما المجرد سواء كان بالمتر او بالميل الميل هي الوحدات البريطانية والمتر الوحدات الفرنسية زين عدنا الاف الوارك الشغل زين والجي اللي هو شنعتبر الكتروستاتيك بوتينشال الكتروستاتيك بوتينشال اللي هو القوة الكهربائية الكامنة زين اما بالنسبة لدي اللي هو انقلار فيلوسيتي السرعة الزاوية او الفلايويل اللي الويل يعني اللي هو المتحرك زين هايش تعتبر تعتبر قوة شنو او وحدة فيزيائية متجهة اللي شنو فيكتر اللي ايش لان بيها تجاه والي اللي هو ريليتف فيلوسيتي السرعة النسبية و اله اللي هو شنو يعتبر مومنتم او ان اتوميك بارتكولز العزم او الزخم مال من مال الحويبات الدرية هسا اذا عرفنا شنو الفكتر وميزناه قلنا الفكتر هو اللي بي شنو اللي بي دايركشن اللي بي ماغنيتيود و بي دايركشن اللي بي فقط ماغنيتيود هو سكيلار طبعا سكيلار مو موضوع دراستنا احنا موضوع دراستنا الفكتر اذا هسا شنو راح ندرس راح ندرس الفكتر اللي هو يمثل جميع القيم الفيزيائوية التي تمتلك قيمة مع التجاه هذه القيمة كأن تكون وحدات قوة اللي هي نيوتين او وحدات مسافة اللي هي متر الى اخره زيان هسا لو نجي الى هذا الخط المستقيم شوفه هذا عبارة عن شنو عبارة عن الفكتر اللاحظ بي سكيل السكيل كل وحدة واحدة هي تعتبر وحدة قوة او وحدة مسافة الى اخره هسا يقولك لو يقولك مثلي مثلي سرعي سرعي الى فلوسيتي حناج قلنى هي بتعتبر فكتر الفلوسيتي مال 3 متر لكل ساو يعني متر بير ساو او يسميها اس بسنا قص واحد يعني رفعها بعتبار البسط وشنو اتجاهها نورث ويست شوف طيني المتجه النورث ويست وين صار هذا عدياني المتجهات هاذا عدي وحده كمن الشكل هو ممثل للسرعة اللي مقدارها ثلاثة متر لكل سكند مثلتها بخط مستقيم طوالة ثلاثة وحدات كل وحدة تعتبر هي شنو تعتبر متر بير سكندها ما يحتاج لمثلها ومثلتها بمنتجة وين تجه نحو الشمال الغربي اللي هو نورث ويست هذا الشي يعتبر عدي يعتبر فيكتور مال من مال السرعة وهكذا بالنسبة لهسا هذاني الفكتورات اللي موجودة عدي مثلا هذا الاب وين متجه نحو نورث ايست زيان وهذا نفس الشي هذا فاشي يقلك يقلك الفكتور اما ارمز له بهالشكل هذا يمكنك دراستكم السابقة تكتبون الفكتور على شكل مثلا هذا الاب شنكتب اي بي وفوق اسهم نحو اليمين يعني شن معناها متجه نحو الشرق او مكان ما اعبر عنه بهالتعبير هذا اعبر عنه بالرمز هذا اي وخلي جواخط فهذا الاي هو نفسه شنو هو نفسه هذا الاي بي نفس الاي بي فوق خط مستقيم متجهويا نحو الشرق يعني مكان ما اكتب اي بي نحو الشرق اكتب اي بس اي او اعبر عنه بس اي احنا هسا بدراستنا راح شنو راح نستخدم هذا الرمز هذا الرمز اللي هو عدي فد رقم معي الحرف وخلي جواخط فرمز المتجه هنا راح نرمز بدراستنا على شكل حرف جواخط حسنا اخذ مثال على هذا الحج اللي قلناه يقول هذا الفقر اللي هو هذا الجسم عدي از انا اوبجكت يعني هو يعتبر جسم بولد انسحب يعني سحبناه بقوة مقدارها جدت 10 نيوتن ات انقل او 60 شوف الانقل هو توحيل الاتجاه يعني المشرط هسا انا هسا لو تلاحظون هذا وين متجه متجه نحو الشمال الشرقي مو شرط اقول نحو اتجاه الشمال الشرقي ليش لانه الشمال الشرقي يعني مثلا اقدر اخلي هذا الفكتور بهالشكل هذا الشمال الشرقي هذه حمد الشمال الشرقي هذا الشمال الشرقي في الهيئة ان اừنت اطلق ما شمال بس هنا احددني بزاوية ازاوية معين اللي انت قد مقدارة 60 فعن ان اعرفت صعي حنالات تجاه الشمال الشرقي لكن اعرفت المياه الحقيقية للمياه المالي فحتين فالبما ان ادعشت ما ان ان تقرّىatives صاري اعرفت انه باتجاه الشمال الشرقي وحدد لي اش قدce المياه مالته بالضبط لي هو 60 فإذا نقل لي سحبنا بقوة مقدارها 10 نيوتين بزاوية مقدارها 60 درجة منية من الهوريزنطل من الأفق فشاو هاو ديس فورس كان بي اكسب بايع بكتر شون نمثل هي على شكل بكتر شنسوي هي شكذر قيمة القوة 10 شنسوي نجزئ هاي الى 10 وحدات 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 الى اخر هي فشنكا انما ارسم خط مستقيم طولة مثلا 10 سنتيم او كل واحد سنتيم اعتبر شنين واحد يونت واكتب الاسكيل شي ساوي الاسكيل اللي هو هاذا هذا شن معناها هذا معناها واحد يونت سواء كان سنتيم واحد مليم واحد متر طبعا هلا بالورقة ما نقدر نكتب اكثر من واحد سنتيم فنعتبر مثلا كل واحد سنتيم اللي هو هاذا الاسكيل اللي مثلناها بهذا الشكل الخط المستقيم الاسود فكل واحد اعتبره واحد يونت فارسم خط مستقيم طولة 10 سنتيم واميلة بزاوية مقدارها شكثور زاوية 60 درجة اذا نتحقق عدي هذا الفكتر اللي مقداره 10 بزاوية مقدارها 60 هاي هو هاذا الحل مالتك مزينا وينوي ويش تورفير صمدي توذا ماغني كلود او لانكث او فا بكتر وي رايت يوزين موديلس معامل راح نكتب شيني معامل الكتبة بهالشكل هاذا اللي هو اي بي او اي مثل ما قلنا لكم بالبداية انه اما نرمز له اي بي وفوقسها او اي جواخط طبعا احنا راح نشتقل على هذا الرامز هسا الحلول مالتنا اللي راح تجي ان شاء الله كلها عبارة عن حرف وجواخط فلو نلاحظ احنا مثلا يقل لك ان جنرال 2 فيكترز ارسيد توبي اكوال فيكترز يعني انا هسا عدي اثنين فيكترات اللي هو هذا الاي بي هذا اللي موجود امامكم او عدي شنو السي دي يقل لك شبيهن هاذا اللي اكوال متساويات ازين اف ذي هاذ 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 الناس اللي افتني الى بي والسي دي يكونن متساويات يقل لك شرط انه يمتلك نفس المقدار ونفس الاتجال يعني شنو الاي بي اذا كان مثلا عشرة السي دي لازم ايضا عشرة اذا كان الاي بي يميل بزاوية مقدارها 30 لازم السي دي ايضا يميل بزاوية 30 يعني ما يصير انه يميل هذا ب30 وهذا ب31 لازم نفس الزاوية تماما فاذا عندنا في فقر سبعة هذا اللي موجود امامكم و الفيكتر اللي هو cd و الابي ار اكول ذو مطاقاتهم و الوكيشن اذا انهم تساويات مثلا لو شألناهم مثلا هنهان في هذا الموقع لو حركناهم خليناهم مثلا هنهان شرط انه يبقى نفس المقدار و نفس الاتجاه اذا انهم متساويات يعني الوكيشن هنا مو معناها الزاوية لا انه يبقى نفس الزاوية و نفس المقدار بس موقع هنا غيره مثلا شيء نهن نخلينه هنا او غير التجاهن بس يبقى من نفس الزاوية بس يبقى نفس المقدار و نفس الزاوية هذا هو مستخدمة و مهمة فيكتور فيكتور تقريبا فقط باية و مقدار مثل ما قلنا لكم الفكتور دائما نتمثل بيمان بمقدار و التجاه ليس بموقعه بالفراغ واني هسا ما لعلاقه الابو والسيد وين سيرات باي موقع خلي سيرا بس اهم شي انه هنا يمتلك نفس المقدار و نفس الاتجاه اذن هنم الساويات هذه الفكتور مباشرة يسمونه فريم فكتور ليش لانه ما تتحدد بموقع حس اذا سألتك سؤال ما هل فريم فكتور قل أنه مباشرة 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 ت اي لا بدايته بي يعني يبدي من بي ليش لنبادئ منها ومتجهويا نحو هذا الاتجاه نهايته اي اذا هذا سمي اي بي وهذا سمي اسمي بي اي الاي بي اذا رمز لانا اي سمول هاي اللي جواخط اذا البي اي لازم شنو اكتبه ام اي جواخط لكن شنو سالب حتى يوحي انه باكسر اتجاه هاي شباب عندكم تمارين واحد نية ثلاثة اربعة هاي لازم تحلون هواجب بيتي هاي علي اي شنو هاي 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 هم هاي هاي ولا هاي هة هاي 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 هم يتحملون عليها الواجب بيهاولدكم هسا نتنبدأ الى حالة ثانية لميفهوم الواجب فالتنبدأцен المثال قدذر اللي جو اخل هذا المثال قده تونج متاكة البيتج ارتفاع إيرفازeration تتحرك حول موقع مال من مال معمل تحمل محتويات من المخزن المخزن موجود في نقطة A تحرك من A إلى C تتحرك من A إلى C لنظر أحد المركبة موجودة في نقطة A وعنده المن للعمال الموجودين في نقطة C لنظر أمام خيارين تحرك من A إلى B وبعدين من ال-B تتحرك وين لل-C هذا الخيار الأول أو أنه مباشرة تتحرك من ال-A المن لل-C هاي شي نعبر عن هي نعبر عن الفكتر AB هو هذا الفكتر الأول وال-B C هذا الفكتر الثاني فهذني يمثل الفكترين على مدعوصل وين للنقطة C مرات أنا أقدر أجاوز هذن الفكترين في فيكتر واحد اللي هو فيكتر A C اللي يحقق لنفس الغرض هم يوصل نويا للنقطة C أنا الهدف مالي إنه شنو هو أوصل لل-C سواء أنه أروح من ال-A لل-B ومن ال-B لل-C أو من باشرة من ال-A لل-C والهدف مالي إنه هو أوصل لل-C فال-A C شي سمونه هناني يسمونها محصلة المنتجهات يعني ال-A C هو يمثل محصلة المنتجه AB وBC انتبهوا لهذه النقطة فهناش يقلق The vehicle may arrive at C either directly يعني أما مباشرة يعني من ال-A لل-C قبل or via intermediates point أو عن طريق النقطة B The movement of A to B can be represented by displacement vector AB الحركة من ال-A إلى B هي يتمثل بـ displacement vector نحن قلنا ال-dismlacement vector يعتبر vector monthly distance فإذن AB ونفس الشي من B إلى C بواصلة vector شنو بي سي أوكي المنتج A to C هو يتمثل شنو بال-Vector محصلة فإذن بهاي الحالة المحصلة AC هي عبارة عن شنو عبارة عن حاصل جمع AB زاد ال-BC بس مو معناها إنه أنا يجا إذا أطيك إنه مثلاً AB مسافة مثلاً مقدارها أربعة على سبيل المثال وال-BC مقدارها خمسة إنه تجمع لهذا زاد هذا تقول هذا يساوي AC لا يعني سرع نجيه عليها بمثال إنه نازم نحسب المحصلة الشون قانون فيثاغورس نفس قانون فيثاغورس وهكذا إذن معناها سافتهمنا إنه ال-AC هنا هنه هو محصلة مال من مال tool vectors اللي هو AB زاد ال-BC نقدر نعبر عنها بسلوب آخر أما نعبر عنها بالشكل هذا AC وBC وAB أو إنه شقول أقول هذا C جوا خط وهذا B جوا خط وهذا C جوا خط لكن شنو؟ small letter small letter هذا A جوا خط وهذا C جوا خط وهذا B جوا خط هذا A وين هو الاتجاه؟ هنا وهذا B فهذه المحصلة مالتهم طبعا لو تلاحظ أنه المحصلة صارت جمع لي إيش؟ صارت جمع لأنه نفس الاتجاه لو مثلاً اتجاه انعكس لا الاحتمال ستصبح طرح مثل ما رح نوصل لي بنهاية المحاضرة فيركز على اتجاه إذا كان الاتجاه نفس الاتجاه فالمحصلة مالتهم شي تكون جمع بينما إذا انعكس الاتجاه لا احتمال روح نطرح يعني مو دائماً المحصلة الساوي جمع يعني يعني هسا الفكتر مال C ساوان الفكتر مال A زاداً بي ليش؟ لأنه منتجه نحو الشرق كأنه ما نقول والB أيضاً نحو الشرق يعني مو غبط باتجاه الشرق لكن خلنا نقول باتجاه اليمين والB أيضاً باتجاه اليمين إذا عكسة مثلاً واحد باتجاه اليمين واحد باتجاه اليسار لا تختلف عندنا القضايا زيان مرات عندنا شي يقول يقول إذا كانت A والB متساويات فإنه A زاداً بي هو نفس B زاداً A مثل ما شرحنا لكم معها قبل شوية ليش؟ لأنه هاني A والB هنه 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 بس أنه هن بالحقيقة شلو متجهات فحاصل جمع هن راح يساوي سواء قلت A زاداً بي أو B زاداً A فما عدي مشكلة هزيان وهنه بنفس الاتجاه فإذا هنه 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 إجيلك أما أقول A زاداً بي أو أقول شنو بي زاداً A فإنه هذا الشكل ما لته هدا A زاداً بي ساوي سي وهذا مش عدنا عدنا A زاداً بي ساوي سي زيان فإذا بهاي الحالة هس كأنما شون أوجد لقانون للمتجهات إنه إذا كانت متجهات متجهة نحو الاتجاه واحد أو من نحو جهة معينة يعني مثلاً نحو اليمين أو نحو اليسار أو نحو الأعلى أو نحو الأسفل فإقدر أقول أن متجه الأول زاد متجه الثاني أو أقول المتجه الثاني زاد المتجه الأول ليش؟ إنه المتجه الأول زاد المتجه الثاني ساوي المتجه الثاني زاد المتجه الأول إذا هاي وحدة من قوانين المتجهات أكو بعض قوانين ثانية هذا طبعا القانون أول نفسه عاده هنا اللي هو A زائد B سأولا B زائد A أكو قانون ثاني يقول لك شنو خاصية التجميع اللي ماخدينها قبل تنب الرياضيات مثلا قول A المتجه A زائد أفتح قوس المتجه B زائد C هو نفسه لو قلت أنه أفتح قوس على A زائد B يعني أنه أجمع A زائد B زائد C ليش لأن بالنتيجة راح يصير عد جمع جبري وكل إشارتها شنيه موجبة فما عدي مشكلة لو سالب مثلا أهناني لا تختلف عد القرية لأن سالب راح يدخل وين على القوس مثل ما أخذت بقوانين الرياضيات فرح تختلف بما أنه أجمع هذا وياهذا فتختلف عد العملية فبما أنه أجمع إذن ما عدي مشكلة بي هسا نجي لمسألة توضح لنا رسالتانت شنو أحسب المحصلة مثل ما أخذناها سابقا في قانون في ثوارس فيقول عد قوتي القوة الأولى اللي هي F1 مقدارها 2 نيوتن متجهوين نحو الأسفل أو خل نقول للجنوب والقوة الثانية اللي هي F2 مقدارها 3 نيوتن متجهوين نحو الشرق يقول لي أوجد قيمة المحصلة لهاتين القوتين وأوجد زاوية الميلان اللي هي الثيتا لهذه المحصلة طبعا شن المجهول عدي هسا مجهول الار والثيتا استفاد مني من قانون في ثوارس الار شي ساوي لي ساوي تحت الجذر F1 تربيع زايدا F2 تربيع يعني الار يساوي لي تحت الجذر الار F1 تربيع شكثر 2 في 2 4 زايدا 3 في 3 9 يعني 4 زايدا 9 13 إذن الار شي ساوي لي ساوي لجذر 13 ساوي لجذر 13 زيان الزاوية شنو نحسبها الثيتا تعرفون انتم عندنا قانون المثلثات الثيتا شي ساوي الثيتا يساوي tan inverse tan يساوي tan inverse شنو المقابل على المجاور المقابل لي شي ساوي اللي هناني مقابل عمالته اللي هو الاثنين على المجاور اللي هو شي ساوي لي ساوي لثلاثة فإذن الثيتا طلعت عديش قد قيمتها tan theta هو 2 على 3 الثيتا هو شي يمثل مثل tan inverse يطلع ل 33 0.7 مزيان زعب حابده أوكي هنان المحصلة شنو قانون هي يساوي لي F1 زايدا F2 بس بالحقيقة أنا ما رح المحصلة إنه أوجدها بتجمع يعني المحصلة ما قول 2 زال 3 هو يساوي 5 لا المحصلة R هي عبارة عن شنو إنه استفاد من ين يا قانون قانون فيثاغورس اللي هو تحت الجذر وقالنا شنو R شي ساوي تحت الجذر تحت تحت الجذر القوة الأولى اللي هو 22 تربيع زايدا القوة الثانية اللي هي 3 تربيع لأنه قانون في الغر يقول مربع الوتر يساوي مجموع طول مربع الظلعين المتعامدين إذن إذا إذا أريد أحسب R أجذر الطرفين فالR شي ساوي لتحت تحت الجذر مجموع مربع طول الظلعين المتعامدين اللي هم وثمين وثلاثين فأستحلينا هذا المثال فإذا جبنا لك قانون على المحصلة يقول لك أوجد المحصلة تستخدم نفس هذا البروسيج مع الحل مزيلا أكو قانون ثاني إنه شنو المحصلة عندي معلومة يعني هسهنانة بالمثال هذا القبل كانت عدي المحصلة مجهولة طلعت همية من هذا القانون وطلعت مالت هالزاوية القانون شنو قانون تاني البروس هس إذا كان عدي R معلومة ويريد هاي القوة اللي بتجاه الشرق والقوة بتجاه الغرب شرق أنه عدي ثيتا معلومة يعني عند ف أريد أوجد هاي القوة اللي بهذه الإتجاه والقوة بهذه الإتجاه فهذه القوة بهذه التجاه الشي سوي لي السوي ل F 인 ثيتا مزين والقوة اللي بهذ الاتجاه الشي سوي ل F ça ثيتا مزين فإذا نムalı الحالة راح أوجد يعني عمل ايه عملية أكسية أنه من المحصلة و الثيتا أوجد مقدار الفكتر اللي موجودة عندي على سبيل المثال مطين هنا قال لي أقعد لي محصلة أو وجد المقدار الخمسة أوجد لي الفكتر باتجاه الشرق والفكتر باتجاه الشنو الشمال فالزاوية عدة 30 إذن هذا شيء يساوي لي يساوي لي 5 كو ساين 30 وهذا شيء يساوي لي يساوي لي 5 في ساين 30 مزين كذلك أيضا مثلا هنا هنا سبطينا مثال إشقائل أو مثلا كانت مقدار الخمسة قائل لك هم عدي مقدار 15 نيوتين وتميل بزاوة مقدارها 40 فيقل لي أوجد محصلة مو محصلة أوجد القوة محصلة القوة باتجاه الشرق والمحصلة القوة باتجاه الشمال أو أنه مثلا نقول مركبة بالحقيقة المحصلة هي 15 فيقل لي أوجد المركبة مال هاي القوة باتجاه الشرق والمركبة باتجاه الشمال هنالا يقول باتجاه الشمال باتجاه الشمال باتجاه الشمال 15 في ساين 40 باتجاه الشمال والمركبة بالتجاه الشمال هاي شي ساوي انه 15 في ساين 40 لي أجاه الشمال لي أظهر 9.64 المراقب الأمان يريد أن تحقق السرعة من القطار على طول خط مستقيم المراقب الأمان يريد أن تحقق السرعة من القطار المراقب الأمان يريد أن تحقق السرعة من القطار المراقب الأمان يريد أن تحقق السرعة من القطار و تستخدم رادار يريد أن تحقق السرعة من القطار و تستخدم قياس المسافات من قبل هي السيدة التي استخدمها المراقبة يقول لك إذا كان المراقب الأمان يريد أن تحقق السرعة من القطار يريد أن تحقق السرعة من القطار يعني إذا هواقفة و تستخدم هاي البندقية مالتها بقياس السرعة ما نحتقيسها بشكل مضبوط ليش لن أعدي نسبة إعرارة نسبة خطأ مقدارة 5% كم المسافة من المسافة التي يوصل بها القطار حتى أنه نأخذ بها القراءات بشكل صحيح فهنا نبدأ الحل يقول بما أنه الإعرار أعدي 5% أنا أعدي نسبة خطأ 5% إذا نقرأ أنها هيش كثرة الساوي لي الساوي لي 95% يعني الناتج وش راح يكون عندي راح يكون 95% زيان 95% منيا من الفلوسيتي من الفلوسيتي يعني معناها الفلوسيتي هاي نضربها في كوساين ثيتا هاي الزاوية ثيتا اللي موجودة عندي راح شي ساوي لي هنا يساوي لي 95% أمنيا من قيمة البي يعني شن معناها معناها كوساين ثيتا هو 95% يعني ال95% هيش الساوي الساوي المجاور على الوتر يعني شن معناها معناها آني الوتر مالي الوتر لازم ينطبق على المجاور ليش؟ لأنه هاي السيدة اللي تريد تاخذ القراءة هي ما وقفة قبل قطار حتى تاخذ القراءة ما لطلب شكل صحيح وقفة بمسافة قريبة على القطار زين؟ لما لا تستطيع تغيب مسار القطار بزامة مقدارها D زين؟ لذلك طلع على D هذا الإرار اللي هو مقدارها 5% فإذن أنا شريط بالحقيقة أنا أريد أحسب هاي المسافة الأفقية ما أريد أحسب هذا الـ D يعني أنا ما أريد أحسب الـ D هذا الموجود على الـ D أنا أريد أحسب هاي المسافة فبما أنه كو أدي خطأ أنا مقدارها 5% يعني شن معناها؟ معناها كوساين الزابة هو 95% وليس ساوي المجاور اللي هو هذا على الوتر اللي هو هذا هو يفترض كوساين الثيتا يساوي واحد بس ما نقدر ليش لأنه ما تقدر توقف بالمسار مع القطار على العموم فإذا عرفت أنه أنا أعدل كوساين مال هاي المسافة يساوي لي يساوي لي 95% ولي هو المجاور على الوتر وليساوي لي هاي المسافة اللي أنا أريد أحسبها الحقيقية على المسافة الفعلية اللي أنا أقايزها اللي هي خطأ مثل ما نقول نسيا بنفس المبدأ هاي المسافة اللي منا له هنا لو سميناها S وهاي طبعا احنا مسميناها D فإذا ساين إحنا كور ساين ثيتا شي ساوي أنه يساوي أنه هاي المسافة على الدي وزين ساين ثيتا شي ساوي يساوي هاي المسافة اللي هي S على شنو على الدي الاسم الطينية بالسؤال يقول هي واقفة بمسافة مقدارها عشرة متر منيا من جانب الاتراك يساوي واحد يقول ليش هي واقفة بمسافة عشرة طبعا إذا وكفت على الاتراك راح تندعم فلازم تبتعد عنها بمسافة مقدارها عشرة متر مزيلا فإذا ساين ثيتا يساوي أن الاس اللي هي المسافة المبتعدة بيها هي هاي المراقبة على الدي الدي اللي هو الوتر لأنه ساين يساوي المقابل على الوتر الاسم الطينية بالسؤال قال إنه هو واقفة على بعض عشرة متر فإذا ساين ثيتا يساوي لعشرة على دي زيلا أكو عدي قوانين المثلثات الضغط كون إنه ساين ثيتا تربيع زائدا كوساين ثيتا تربيع قوانين المثلثات ما أخذينا بصف الأول أنتم بالرياضيات يساوي واحد هذا القانون موتشي ساين تربيع ثيتا زائد الكوساين العفو خيال تربيع مو هنا مو هنا هنا لازم نقول كوساين تربيع ثيتا شي ساوي ساوي واحد إذن الساين تربيع ثيتا شي ساوي ساوي واحد ناقصا كوساين تربيع هاي الساين طبقتها هنا الشي بقى عدي الكوساين ستتقل للطرف الثاني ما يصير عندي؟ سيصير عندي واحد ناقصا كوساين تربيع ثيتا يعني هاي الشي يتمثلي هاي يتمثلي الساين وبما أن الساوي الساين يساوي لعشرة على د إذن مكان الساين عوض تحت الجذر يعني أجذر الطرفين واحد ناقصا كوساين تربيع ثيتا سانة عشرة على د من هاي راح يطلع لي زيان واحنا قبل هي عدنا كوساين ثيتا هاي معلومة بسانة 0.95 يعني شن معناها؟ معناها أقدر عوضة هنا عن كوساين ثيتا بيمن 0.95 إذن شو بقى عدي مجهول؟ بقى عدي مجهول فقط الدي تطلع لقيمة الدي اللي هي 32.03 اللي هي المسافة منا الهنانة طبعا بالمناسبة أقدر أطلع المسافة الحقيقية إنه الدي في كوساين ثيتا راح تطلع لي شنو؟ راح تطلع لي المسافة الحقيقية يجب أن هذا يعني أن المسافة الحقيقية تربيع ثلاثة 32 متر من رادار راح تطلع راح تطلع 5% يعني يقول لك أنا من قسط مسافة مقدارها 32 بعد الترين حققت إرار مقدارها 5% فلذلك دائما قراراتي يجب أن تكون شنو؟ تطلع لي المسافة يعني أكثر من 32 يعني كل ما كبرت المسافة كل ما كبرت المسافة إذا كبرنا المسافة منها أنا هنا مثلاً 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 أقربوا إن شاء الله بهاي المحاضرة اللي غاح ننزلكم المحاضرة هاي أقربوا لأن هذا تطبيق على طائرة أقربوا إن شاء الله المحاضرة الجاية نشرح الكمية حتى تكون أنتم مستوعبينة و هاي نقلنا شون إنه مرات الفكتر هو مو المحاصرة المدائمة جميع مرات كل عندنا طرح يعني بالسالب ليش؟ لأن هاي اتجاه بهذا الاتجاه وهذا بالاتجاه المعاكس إليه فيصير عندي عملية طرح وهذا ما أعتقد بي صعوبة المثال يعني ذا واحد يقرأ و نكتفي بهذا القدر لأنه وقت الفيديو صارت شبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة